يعرف هذا النوع من الدجاج باسم الدجاج العاري أو الدجاج العاري الرقبة وهو يتميز بعدم وجود ريش على عنقه وفروع ريشه الأخرى يمكن أن يكون لوم جلده رمادياً أو وردياً أو أسود ويمتاز بطريقة تحمل حرارة الجو السافنة بشكل جيد ناراً لقلة شعره الذي يتيح للحرارة أن تتلدل بسهولة وتوجد بعض السلات المختلفة من الدجاج العاري في جميع أنحاء العالم وتختلف في حجمها ولونها وخصائصها الأخرى يمور بيت الدجاج العاري في بعض الأحيان كحيوانات أليفة ويبعض الأحيان كدواج تجارية وابشير بعض الأبحاث إلى أن الدجاج العاري قد يكون أكثر مقاومة للحشرات والأمراض التي تنتقل من خلال الريش واعتبروا الدجاج العاري أحد السلالات الحديثة التي تم تربيتها في عدة بلدان حول العالم وليس لها موطن معين ومع ذلك فقد تم تربية هذا النوع من الدواجن لأول مرة في جزر تورتسوكيكوس في البحر الكريب في أوائل القرن الحادي والعشرين وقد أصبحت هذه السلالة شائعة الاستدام في بعض البلدان بسبب قدرتها على التكيف مع المناخات الحرة وعدم وجود ريش لها مما يجعلها تنمو بشكل أسرع وتحتاج إلى أقل كمية من الطعام للحصول على نفس وزن الدواج الأخرى يبدأ إنتاج البيض عند الدجاج بعد بلوغها سن البلوغ وهو حوالي من خمسة إلى ستة أشهر ويستمر إنتاج البيض لمدة تصل إلى عامين أو أكثر قليلاً ولكن الإنتاجية تتراجع تدريجياً خلال هذه الفترة بشكل عام يمكن للدجاج البيض إنتاج بيضة واحدة تقريباً كل من 24 إلى 26 ساعة ويمكن أن يصل الإنتاج إلى حوالي من 280 إلى 320 بيضة سنوياً لدى بعض السلالة العالية الإنتاجية على رغم أن هذا العدد يمكن أن يختلف بشكل كبير بين الدجاج الفردية ترجمة نانسي قنقر